اقرأي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب أخبر الله عز وجل بأنه أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام أول الرسل هو آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر ونوح عليه الصلاة والسلام كان بعد آدم بعد آدم بزمن فأخبر الله عز وجل بأنه أرسل نوحا وأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وجعلنا في ذريتهما أي في أولادهما النبوة والكتاب الله سبحانه وتعالى جعل في ذرية نوح وإبراهيم عددا كبيرا جدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنزل على رسوله الكتاب أي الكتب فمنهم مهتد فمنهم أي من الذرية هنا الضمير في قول الله عز وجل فمنهم يعود إلى الذرية إلى الأولاد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون أي كثير من الذرية كان فاسقا خارجا عن الطاعة إذن الضمير في قول الله عز وجل فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون يعود إلى الذرية لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم مهتدون كلهم على الحق كلهم على الحق أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد إذن الضمير في فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون يعود إلى لفظ الذرية ثم قال الله عز وجل ثم قفينا على آثارهم برسلنا الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أرسل بعد نوح وإبراهيم ومن كان بعدهم أيضا من الأنبياء ثم قفينا على آثارهم برسلنا أي أتبعناهم برسل آخرين وقفينا بعيس بن مريم أي أتبعناهم أيضا بعيس بن مريم عليه الصلاة والسلام أما صاتم الأنبياء فهو محمد صلى الله عليه وسلم وآتيناه الإنجيل أي أنزل الله عز وجل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الله عز وجل يقول وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذين اتبعوه أي اتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة جعل الله في قلوبهم شفقة وأخبر الله عز وجل بأنه جعل في قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة والمراد بذلك المودة واللين والشفقة والتعطف هذا مما وصفهم الله عز وجل به ثم قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها هذه الرهبانية هي ترهبهم في الجبال خرجوا جماعة من الذين كانوا اتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام خرجوا فارين من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة يعني تفرغوا لأمر العبادة هذه الرهبانية هذه الفعلة هي المنسوبة إلى الرهبان الرهبان معناه الخائف وقد ابتدعوها يعني أخرجوها من عند أنفسهم ونذروها يعني ذلك أنهم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة أن لا يشغلوا أنفسهم وأوقاتهم إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى بعضهم صدق في ذلك لكن بعضهم انحرف فهذه الآية فيها شهادة للتصوف فالله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها قال ما كتبناها عليهم هم نذروا ذلك لله سبحانه وتعالى لكن لم يلتزم الكل بذلك بل انحرف كثير منهم إذن الله سبحانه وتعالى قال إلا ابتغاء رضوان الله أي هم ابتدعوا هذه الرهبانية طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى حيث أخلصوا أنفسهم للعبادة والطاعة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى لكن هل كلهم التزموا بذلك لا ليس كلهم التزم بذلك منهم من صدق ومنهم من انحرف فقال عز وجل فما رعوها حق رعايتها ما رعوها حق رعايتها أي كثير منهم انحرف عن ذلك ولم يبق على ما أمر الله سبحانه وتعالى من أداء الواجبات نشتناب المحرمات فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أعطى الله عز وجل الصادقين منهم الثواب العظيم منه سبحانه وتعالى وكثير منهم فاسقون كثير منهم انحرف بعد ذلك إذن نعود إلى تلاوة الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأسه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأسه ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم اقرأي القرآن اشتركوا في القناة